بعد استعراضنا لكم هواتف فبراير ومارس الاقتصادية تحت سعر 250 دولاراً حان الوقت لنصارد لكم فئة الهواتف المتوسطة بأقل من 350 دولاراً تجدها في مكان واحد لتكون عملية الاختيار بالنسبة لك سهلة جداً فهيا بنا واوي بي سمارت بلس 2019 بعد شهور من الإعلان عن هاتف بي سمارت جاء الدور الآن عن نسخة بلس بمواصفات اقتصادية التصميم بإطارات نحيفة مع نوتشن بالأعلى على شكل قطرة ما الشاشة 6.2 انش بدقة فول اتش دي بلس من نوع IPS LCD ويدعم نظام تشغيل أندرويد 9 رام 3 جيجا بايت مع ساعة تخزين 64 جيجا بايت ويدعم تركيب ذاكرة تخزين خارجية ومعالج كيرين 710 والذي يقدم أداء متوسطاً الكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 24 ميجا بيكسل وعدسة واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل والثالثة 2 ميجا بيكسل وقدمت تصويراً مرضياً وكاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل مستشعر البصمة في الظهر وبطارية 3400 ميلي أمبير سعر الهاتف يبدأ من 270 دولاراً سامسونج جالاكسي M30 هاتف بشاشة ضخمة مقاسها 6.4 انش والخبر السعيد أنها من نوع سوبر أموليد وبدقة فول اتش دي بلس ونوش صغير على شكل قطرة يضم كاميرا أمامية وبطارية ضخمة ساعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع ومعالج أكسينوس 7904 ونسختين من الرام 4 أو 6 جيجا بايت مع ساعتين تخزين 64 أو 128 جيجا بايت الكاميرا ثلاثية العدسة في الخلف بدقة 13 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل وكاميرا سيلفي دقتها 16 ميجا بيكسل ومستشعر البصمة في الظهر سعر الهاتف 217 دولاراً لنسخة رام 4 جيجا بايت و260 دولاراً لنسخة رام 6 جيجا بايت واوي نوفا 4E أو ما يسمى أيضاً P30 Lite هو أحد أفراد عائلة P30 الشاشة 6.15 إنش بدقة Full HD Plus ومستشعر البصمة في ظهر الجهاز المعالج كيرين 710 ثماني نواة مناسب للأداء المتوسط الرام يأتي مع نسختين وهما 4 أو 6 جيجا بايت وذاكر التخزين داخلية 128 جيجا بايت ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة الأولى بدقة 24 ميجا بيكسل والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية رؤية واسعة بينما الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل ويمكنها التصوير بتقنية HDR البطارية 3340 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع السعر يبدأ من 295 دولاراً لنسخة رام 4 جيجا بايت وبسعر 340 دولاراً لنسخة رام 6 جيجا بايت جالاكسي A50 تصميم الهاتف جميل مع نوتش صغير ومستشعر البصمة مدمج بالشاشة ومقاوم للماء بمعيارية IP68 الشاشة 6.4 إنش بدقة Full HD Plus من نوع Super AMOLED وهذا أمر ممتاز لهاتف من الفئة المتوسطة المعالج أكسينوس 9610 ثمانين نواه بتردد يصل حتى 2.3 جيجا هيرتز الرام 4 جيجا بايت وذكر التخزين داخلية 64 جيجا بايت النسخة الثانية برام 6 جيجا بايت وذكر التخزين داخلية 64 جيجا بايت وممكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 512 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 25 ميجا بيكسل وثمانية ميجا بيكسل والثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل لقياس العمق الكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل البطارية 4000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع السعر 285 دولاراً لنسخة رام 4 جيجا بايت و330 دولاراً لنسخة رام 6 جيجا بايت سامسونج جالاكسي A30 بشاشة 6.4 إنش بدقة Full HD بلس لكن الأجمل أنها من نوع Super AMOLED مستشعر بصمتين في الظهر كاميرا مزوجة بدقة 16 و 5 ميجا بيكسل وأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وبطارية بقدرة 4000 ميلي أمبير رام 4 جيجا بايت وذاكر التخزين داخلية 64 جيجا بايت قابلة للتوسعة ومعالج أكسينوس 7904 السعر 260 دولاراً أوبو F11 بسعر 290 دولاراً عرضت أوبو هاتف F11 لكن مع نوتش صغير عكس نسخة برو التي جاءت بكاميرا أمامية منبثقة للأعلى وهذا أبرز اختلاف بينهما الشاشة مقاسها 6.5 إنش بدقة Full HD بلس من نوع IPS LCD المعالج Helio P70 ثم نوع بتردد يصل إلى 2.1 جيجا هيرتز يأتي بنسختين من الرام وذاكر التخزين الداخلية 4 أو 6 جيجا بايت وذاكر التخزين 64 أو 128 جيجا بايت ولا يدعم ذاكرة خارجية الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 و 5 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل البطارية بسعة ضخمة 4000 ميلي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع سوني إكسبيريا 10 و 10 بلس جاء الهاتفان بنفس التصميم مع إطارات نحيفة لكن باستثناء الإطار العلوي العريض لكن الأبعاد طولية جداً مع 21 إلى 9 جاء إكسبيريا 10 بشاشة 6 إنش بدقة Full HD بلس ورام 3 جيجا بايت مع معالج سناب دراجون 630 البطارية قدرتها 2870 ميلي أمبير وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و 5 ميجا بيكسل وأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بينما نسخة بلس بشاشة 6.5 إنش بدقة Full HD بلس وبنفس الأبعاد الطولية المعالج سناب دراجون 636 ورام 4 جيجا بايت وبطارية 3000 ميلي أمبير وكاميرا مزدوجة خلفية 12 و 8 ميجا بيكسل تدعم تقريباً بصرياً 2 أكس وأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل سعر إكسبيريا 10 العادي 350 دولاراً بينما نسخة بلس 430 دولاراً ونأمل لو كانت البطارية في الهاتفين أكبر من ذلك أوبو F11 برو جاء بتصميم كاميرا أمامية في سقف الهاتف تنبثق للأعلى عند التصوير وهذا يعني إطارات نحيفة جداً ومستشعر البصمة في الظهر يأتي بهيكل زجاجي وإطار ألمونيوم أشاشة مقاسها 6.5 إنش بدقة Full HD Plus من نوع IPS LCD المعالج Helio P70 8W بتردد يصل إلى 2.1 جيجا هيرتز يأتي بنسختين من الرام وذاكرة التخزين الداخلية 4 أو 6 جيجا بايت وذاكرة التخزين 64 أو 128 جيجا بايت ويدعم ذاكرة خارجية الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48.5 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل البطارية بسعة ضخمة 4000 ميلي أمبير وتدعم تقنية الشحل السريع السعر 350 دولاراً لنسخة رام 6 جيجا بايت Vivo V15 الشقيق الأصغر لهاتفي V15 Pro الشاشة مقاسها 6.53 إنش بدقة Full HD Plus 2310 في 1080 بيكسل ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5 من نوع IPS LCD المعالج MediaTek Helio P70 ومستشعر بصمة في الظهر ورام 6 جيجا بايت وبطارية 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 24 و 8 و 5 ميجا بيكسل وأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وسعر 345 دولاراً كانت هذه قائمة هواتف فبراير ومارس 2019 المتوسطة شاركنا مع صديق لك يبحث عن شراء هاتف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر